من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فلاديمار زلينسكي أن القوات الروسية دمرت مطار فينيتسيا بالكامل وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكرانية وجه زلينسكي نداء للشعب الروسي طلبه فيه بالخروع إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الروسية وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع كما أكد زلينسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل هجمها في اليوم الحادي عشر وتستعد لقصف ميناء أوديسا المطلة على البحر الأسود